اشتركوا في القناة حول محطة الكهرباء من وقت استقبل الوقود كانت تستقبل الوقود الاسرائيلي فلما حولها لتستقبل الوقود المصري طبعا في هذا سبب خسار كبير لهم يعني احنا كعاديين ما بنقول لك يعني شو يعني لكن لا تيجي تسأل محلل اقتصادي بيقول لك اه اثر عليهم الاقتصاد كتير يعني انت تكون تاخد من واحد وتدفع له المبالغ الطائلة اللي كانت تنتفع لاسرائيل وتنقطع عنهم طبعا هذا سبب سبب انه الاسرائيين تدور ورا وتأخدو من s em all وين خاتمي؟ هذا صاحب عضا عضا نحن نؤكد أنه لو صدقت وصحت المعلومات التي تصدر في الإعلام بوجود المواطن أبو سيسي بإسرائيل أو الاتهامات التي قامت زوجة أبو سيسي بإلقائها على المستد الإسرائيلي حقيقة هذا يضع علامات استفهم جديدة على أن هذا الاحتلال يستمر في جرائمه كما قام في قضية المبحوح والاستغلال الأراضي الأخرى وهذا يضع مسؤولية على أوكرانيا لضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء ضرارة أبو سيسي وكيفية أن يقوم الاحتلال الصهيوني باختطاف مواطن فلسطيني من أراضيها وهذه دليل جديد على قرصنة الاحتلال الصهيوني ولابد للمجتمع الدولي أن يتحرك لوقف جرائم الاحتلال ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة